أستاذ نبيل البوكيري ربما تابعت هذه المعلومات وهي ربما متداخل شبكات تهريب المخدرات شبكات تهريب الأسلحة أيضا القطع التي تدخل في صناعة المسيرات والصواريخ للحوثيين هي شبكة واحدة في الأخير في البدء أنا باعتقاد أنه مثل هذه العملية التي تتم هي ليست قديدة بالنسبة لهذه الجماعة وخاصة إذا ما عرفنا أنه البدايات الأولى لتشكل هذه الجماعة كانت عبارة عن مصادر الدعم الوحيدة لها في بداية تأسيسها وبداية تكوينها في نهاية الثمانيانات والتسعينات كانت معظم الأموال التي استخدمت في دعم وإسناد هذه الجماعة كانت عبارة عن غسيل أموال لكثير من العمليات المشبوهة فيما يتعلق بتهريب المخدرات تحديدا بقانب أيضا تهريب القاتل لكن بدرجة رئيسية كانت المخدرات هي ما تمثل ربما ثمانين لا تسعين في المئة من عوامل من الأموال التي ساهمت في دعم هذه الجماعة وتطويرها على امتداد السنوات الماضية وبالتالي اليوم إذا كانت هذه الجماعة تشتغل بهذا الشكل في تهريب المخدرات وإتيان بهذه المخدرات من إيران ومن أفغانستان مرورا من الأراضي اليمنية ذهبا إلى المملكة العربية السعودية وبقي الدول الخليق وهي لا تزال جماعة صغيرة ناشئة في تلك الأيام اليوم أنا باعتقاد أنه حينما سقطت البلاد في يد هذه الجماعة وتحولت كل إمكانيات الدولة وقهزتها وخاصة أنه أيضا أن تسقط قلعة أمنية مثل جهاز الأمن السياسي أو جهاز الأمن القومي أيضا والإسخبارات العسكرية وكل ما فيها من ملفات لمثل هذه الجماعات أنا باعتقاد أنه تحولت كل هذه الأجهزة التي كانت تسخدم كمؤسسات دولة تحولت اليوم إلى جهاز أمني يشتغل في مسألة تهريب المخدرات وتهريب السلاح وتهريب وغسيل الأموال بشكل نوع بآخر تحول إلى جهاز أشبه بجهاز دولة فاليوم عندما تتحدث أن هذه الجماعة كانت تشتغل في التسعينات وفي الثمانينات بهذه الإمكانيات بإمكانيات بسيطة وقليلة اليوم لديهم إمكانية دولة وتحول كل إمكانية الدولة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية إلى نشاط والتقارية أيضا وهناك أيضا أسماء وشركات وكثير من الشركات التي يتم استخدامها في هذا المجال سواء شركات لاستيراد وتصدير أو شركات نفطية أو ما إلا ذلك كل هذه تستخدم اليوم في إطار يعني ما يسمع بستار لعملية التهريب المخدرات وتحويلها من تقارة يعني كانت محدودة ومقصورة الأثر إلى تقارة كبيرة ورائقة اليوم لم يكتفوا الحوثيين هذه المرحلة بأن يتحولوا إلى مسألة تهريب إلى دول القبار بالتحول القوز كبير جدا من هذا النشاط اليوم تحول إلى الداخل وذلك خصوصا أنه يعني واحد من الأهداف ما هو هدف الجماعي إذا كان الأموال ربما التي تجبع من الداخل ليست بالكثير القدرة الشرائية ضعيفة بالنسبة ليمنية القدرة الشرائية صحيح في الداخل ضعيفة لكن أيضا الهدف واحد من الأهداف هو يعني فراغ وإلهاء الشباب وبشكل كبير وهناك قطاعات كبيرة من الشباب الذين ربما يتم إبعادهم وتغيبهم عن المشهد السياسي والثقاقي وتحويل المخدرات طبعا هي واحدة من الإشكاليات التي تواقه المجتمع وتصيب مجتمعاتنا وتدمر طاقة الشباب أيضا وتبعدهم عن أي هموم سياسية وما إلى ذلك وبتالي تجدهم ضحايا الإدمان وضحايا لمثل هذا النشاط الذي تمارسه وإذن هناك صورة مشابهة وربما تكون الحالة في اليمن هي استنسخ منها ما هو موجود اليوم في لبنان مثلا عن سبيل المثال لبنان اليوم التي كانت عاصمة الكتاب العربي اليوم أصبحت عاصمة الكبتاجون يعني باختصار يعني انهيار الاقتصاد اللبناني تحول لبنان التي كانت تنتق البرتقال وتنتق الكمثرة وتنتق كل الثمار اليوم تحولت إلى ساحة البقاء اللبنان تحول إلى ساحة لإنتاج الهروين وإنتاج الحشيش وتحويل لبنان إلى أهم مكان لتصدير وإنتاج يعني هي أماكن تنطلق منها إيران لهذه التجارة هي تجارة لم تعد تجارة محدودة بعصابات وإنما الآن ترعية بحضرات دولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر